موسيقى موعد النشط الاقتصادية مباشرة من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم في المستهل اعلنت مجموعة غاز برو ماروسية عن توقيف دخل غاز نحو اوروبا عبر خط الانبيب نورستريم واحد بشكل تام والى اجل غير مسمى المجموعة الروسية العملاقة بررت الخطوة بوجود عطل في التوربين الوحيد المستغل في خط الانبيب الغاز السيل الشمالي واحد ما ادى الى يقافه تماما الى غاية تصحيح الخلل المجموعة الروسية بكرت انها اخترت شركة سيمانس حول عطاب المحرك وطلبت بضرورة القيام باصلاحها اخترحت المفاوضية الاوروبية تسقيف سعر الغاز الروسي المورد نحو اوروبا عبر خطوط الانبيب ارسول فوندرلاين وخلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل الجمعة دعت لوضع ما اسمته حد نقصى لامدادات الغاز عبر خطوط الانبيب الروسية الى اوروبا في الوقت الراهن بالتزامن مع احلان مدرية الطاقة في المفاوضية الاوروبية انها تدرس خيارات مختلفة للحد من اسعار الغاز بما في ذلك فرض قيود على الواردات من روسيا على ان يناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الاوروبي المقترحات في اجتماعا استثنائيا من المقرر عقده في التاسع من سبتمبر الجارية اعتقد اعتقادا راسخا ان الوقت قد حان الان لوضع خد اقصى لسعر الغاز الروسي في اوروبا لقد اتفقنا على التخزين المشترك للغاز وبلغنا مستوى 80% تم تحقيق ذلك بسرعة اكبر مما كان متوقعا كنا نرجح تحقيق ذلك في غضون الشهرين المقبلين عملنا بشكل مكثف على تخلص من اعتمادنا على الغاز الروسي من خلال اللجوء لمؤردين اخرين في الوقت الحالي تقدم نرويج الى اوروبا غازا اكثر من روسيا وتسلم الولايات المتحدة كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسالي لاوروبا لكن كل هذا لا يكفي هذا وهدد نايب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري مضفيدف بتوقيف موسكو لامدادات الغاز لأوروبا بشكل نهائي وشامل اذا مضت بروكسل قدما في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي تقول العم فونديرلاين ان الوقت قد حان كي يفرض الاتحاد الاوروبي سقفا لسعر الغاز من خط الانبيب الروسية واقول ان الامر سيكون مثل ما حدث مع النفطة ولن يصل ببساطة اي غاز روسي الى اوروبا علنت الحكومة الفرنسية توسيع تبادلات الكربية والغازية مع المانيا واسبانيا دمر اجرات لمواجهة ازمة الطاقة التي تعصف باوروبا اكدت توزيرة الانتقال التقوية الفرنسية نايسبانييرو ناتشر في مؤتمر صحفي عقدته في ختام مجلس الوزراء خصص لدراسة ازمة الطاقة ان بلادها ستركز على الغاز الطبعي المسال والمبادلات مع المانيا واسبانيا خلال الفترة المقبلة لمواجهة شحر امدادات نظر المجلس بشكل اكثر تحديدا في العلاقات مع المانيا واسبانيا لانكم كما تعلمون ان لدينا تبادلات مهمة للغاز والكهرباء مع هذين البلدين وخلصنا الى ضرورة تعزيز هذا التضامن المتبادل اعتبار من هذا الشتاء وبالتالي فان تبادلات الغاز والكهرباء مع اسبانيا والمانيا ستفع في غضون الاسابيع المقبلة وزارة الانتقال الطاقوية الفرنسية وصفت تعضع طاقة داخل البلاد بالخطيرة رغم تأكيدها امتلاء مخزونات الغاز بنسبة 92% بالاعتماد على مصادر متنوعة وضع الطاقة خطير ولكن فرنسا قامت بتفعيل جميع الاجراءات السعدادا للشتاء المقبل تم ملء مخزونات الغاز في البلاد بنسبة تصل الى 92% بالاعتماد على مصادر متنوعة تم اغلاق 32 مفاعلا بعضها بسبب التآكل الناتج عن الاجهاد والبعض الاخر للصيانة المعتادة وقد تعهدت شركة الكهرباء الفرنسية باعادة تشغيل جميع المفاعلات النووية المغلقة هذا الشتاء لتجنب اي نقص محتمل في الكهرباء خلال الفترة المقبلة نراقب الوضع عن كثب قدر الامكان مع التحديثات الاسبوعية ونحن يقضون لضمان الاملادات صدقت مجموعة السبعة على خطة تحدد سقفا لزهر نفط الروسي ضمن توسيع سياسة العقوبات ضد موسكو أعلن وزراء المالية لدول المجموعة في ختام اجتماعهم عبر الانترنت الجمعة أن مجموعة السبعة ستفرض بصورة عاجلة سقفا على سعر النفط الروسي داعية إلى تشكيل ما اسمه البيان الختامي اتلافا واسعا من الدول للانضمام لهذا الاجراء مصدر ذاته ووضح أن سقف الاسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه حيز التنفيذ وأكيدا أن الاسعار في المستقبل ستحدد عالنا بصورة واضحة وشفافة وفق نص البيان وزراء مالية مجموعة السبعة اتفقوا على وضع سقف لسعر النفط الروسي خلال مؤتمر عبر الفيديو اليوم وأكد الوزراء عزم المجموعة على حظر النقل البحري للنفط والمنتجات النفطية الروسية ما لم يتم شراؤها بسعر محدود دول مجموعة السبعة اتفقت على تطوير آليات من شأنها أن تسمح للدول الضعيفة بالحفاظ على الوصول إلى أسواق الطاقة بما في ذلك من روسيا اختراح مجموعة السبعة وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيقلص الإرادات الروسية والتضخم المجموعة تسعى لتوافق في الآراء حول تطبيق سقف الأسعار وتريد من جميع أعضاء الاتحاد الوروبي المشاركة في هذه الخطوة نريد الحد من إرادات روسيا مع تقليل الضرر الاقتصادي الذي يلحق بمجتمعاتنا في الوقت نفسه هذا وكان وزير المالية البريطانية نظم الزهاوي قد أكد تأييد بلاده لفرض سقف على أسعار النفط الروسي بصفته آرية للحض من إرادات موسكو المالية سنحد من قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل حربه من صادرات النفط وعن طريق حضر خدماته مثل التأمين على السفن التي تحمل النفط الروسي وتوفير التمويل لها فوق سقف سعر متفق عليه انخفضت الأسهم الأمريكية مواصلة تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي مسجدة أدنى مستوياتها منذ منتصف جوان الماضي مرفوقة بتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية بلغت خسائر مؤشر داو جونز الصناعي الأسبوعي نحو 3% في حين فقد مؤشر S&P 500 3.3% وتجوزت خسارة صندق 4% خلال أسبوع بعدما ترجعت أمس بعض الثلاجعات أمس الجمعة التي فاقت 1% للمؤشرات الرئيسية الثلاثة انخفض مؤشر لاسعر العالمية للسلع الغذائية في أوت الماضي للشهر الخامس على التوالي مع هبوط أسعر أغلب السلع أظهر تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة صدر الجمعة انخفاض مؤشر الفاول أسعر الأغذية إلى مائة وثلاثة وثمانين نقطة في الشهر المنتهي بتراجع نسبته 1.9% بالمقارنة مع المستوى المسجل في جوليا المنصر المؤشر الذي يقيس تغييرات الشهرية في الأسعر الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تدولا لا يزال أعلى بنسبة 7.9% من قيمته قبل قام هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى الختام لمزيد من الأخبار تابعونا عبر المنصات الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء